هي معاناة يومية يعيشها تلاميذ المجمع المدرسي لبلدية بنطلحة بسبب الوضع الكريتي للطريق فبراك المياه على طول الطريق وعند باب المدرسة أرهقت الصغار قبل الكبار خلال تنقلاتهم اليومية خاصة خلال فصل الشتاء الحياة ذراها منسي أكن تشوف الطريق كيف أرها الولاد كيف أرعهم يقرعوا الحالة هذه اللي رأنا فيها كنت تدخل تشوف الحالة اللي رأنا فيها لكنه كان عندنا حق هذا الشارع هذا ماذا بنا يشوفوه ولا ما عنداش حق يقولوا لا ما عندكم ش حق ذو كحنا اللي نحضروا معاه يقولك إيه هذي السمانة تفرع هذي السمانة تسمع مدومين كنزوا هذي البلاصة هذي تلميذ وش راح نقول لك تلميذ راح يروحوا بالغرقاء يجوا بالغرقاء وين دي بيسين ما كنش تبعثوه بليبوت وميسلكش كرارسك تشوف شح من واحد راح تلو روتيلا ما نحكيوش خلينا النفايات ما نحكييلكش بالفنجور ويجيب الكاز هذاكي مرمدها قاع ونعشوه نحن نقوم وراهم الأولياء اليوم ينشدون سلطات المعنية لتحرك السريع والتعجيل في إنجاز مشروع لترميم الطريق نحن هذو ثلثمية وخمسين مسكالي رام هنا نعاونهم 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 البلدين نعاونهم للطايرة يخدمون الطريق يخوي بيدينا باكنا المهم يعطونا معاونة نحن نطالبوا يجوا يخدموننا طريق هذي الأخ الكريم هذي ماشي حاجة كبيرة أقل أجغل بروشي كبير ولا هذا طريق تخدموا دلوشي قدرون الناس يجب لي بلاسي في النقاء دراري يقرأ ويجو يقرأ هذا ما كان بس كيهات دراري هذو ما هم الله في نيرتع هذي زائر هذية نحن نطلبوا منكم باك عم بيجي قموا لها طريق هذية بش نولون نروحوا بش نولون نروحوا بش نولون نروحوا نقرأ وما نطايحوا وش نلغرق هذية وأوليائهم في انتظار تحرك المسؤولين المعنيين لوضع حد لهذه الوضعية